باولو باولو راح الصرع الخارقة من باولو الجين هو الجين هو الجين هو مستحيل مستحيل جيرو عالمي جيرو اسطوري يا جماعة الكرة معاي الكرة معاي هذا مولعب يا جماعة والله هذا حارس تضعه في التشكيل الخاصة بك يا سبب كليان كليان يا رب يا رب أن يضيع عنه غامر ننتظر في هذا المكان مستحيل يا جيرو يا رب فاعليك جيرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة واحد من بين أفضل حراس المرمى في لعبة الافسي موبايل هذه البطاقة قد طلبت مني بشكل مطبعي يا شباب في الفيديو السابق معنا ومعاكم يا أساطير بطاقة الحارس جيرو والله يا بطاقة يا أني سوف ترون الريفيو الخاصة بهذه البطاقة بطاقة جبارة في حراسة المرمى هذه الطاقة خاصة بها شباب كما تلاحظون في الارتماع واحد وتمانون في مركز اثنين وتمانون في الامسك اثنين وتمانون في ارتدادة ستة وتمانون في البدن واحد وتمانون ولو أنها يعني لسنا محتاجين لكل هذه الطاقات سوف نقوم بتجربة هذه البطاقة يعني طلبت مني بشكل كبير في الفيديو السابق الفيديو الذي وضعت لكم بالريفيو الخاص ببطاقة نوير أتمنى أن تكون هذه البطاقة جيدة بشكل يعني يترك كل أصدقاء يقولون لي جرب جرب بطاقة جير وجربها الآن سوف نقوم باستعراض هذه البطاقة وسوف نتحدث عن كل الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذه البطاقة يا شباب على السرع يا شباب سوف نقوم بعمل مقارنة بسيطة معه ومع فندرسار أو حتى بطاقة نوير لنرى هل البطاقة يعني من خلال الطاقات يعني تقارب بطاقة كلا الحارسين أم سوف تكون بطاقة سيئة من حيث الطاقات سوف نضع بطاقة فندرسار كما تلاحظون الفرق يعني ليس كبير بل فيقص الفرق يعني حوالي 6 إلى 7 نقط بين كلا البطاقتين سوف نقوم بتجربة الآن بطاقة نوير ونرى يعني كما تلاحظون فهو تقريبا يعني نفس الطاقة الخاصة بنوير أتمنى أن تكون بطاقة جيرو جيدة لذلك يا شباب قبل البداية لا تنسوا يا شباب دعواتكم مع إخواننا في فلسطين اللهم فلترحم إخواننا في فلسطين العزيزة اللهم يا رب العالمين فلتقويهم على خصومهم وعلى العدوان الصين يا جمع واللهم فلتجعلوا فتحا قريبا على كل الأمة الإسلامية يا أصدقاء وهيا بنا يا جمع من دون أن أطيل عليكم معانا الآن أول مباراة يا أصدقاء سوف نقوم بتجربة بطاقة جيرو والله متحمس بشكل يعني كما تلاحظون هذا الخصم لدي كذلك جيرو سوف نقوم بتجربتي في كل بالنسبة لي وبالنسبة لي الخاصة سوف نقوم بتجربة بطاقة جيرو الكرة معاي الكرة معاي الكرة مع فرنانديز فرنانديز مر من الأول يا رب عليك يا فرنانديز أولى الأهداف على الحارس جيرو يا رباه وين أنت يا حارس جيرو تلأت مع الخاص بفاي ضعيفة كما تلاحظون لكن فهذه فقط المباراة الأولى أصدقاء الكرة مع أين يعمل التمرير الطويل لك فعالك يا جيرو والله يا جيرو أسطوري خل بالرأس يا جماعة الكرة مع باولو باولو والله الهدف الثاني على جيرو في الدقيقة 39 فلازلت يعني لدينا العديد من المباراة هذه فقط المباراة الأولى أصدقاء أتمنى أن يرجع هذا الخصم أو أقوم بتجربة البطاقة الخاصة بفرنانديزمار فرنانديزمار مستحيل يا كليانا العارضة وجيرو والله الارتماءات الخاصة بجيرو أحس بها بطيئة يا شباب أكوشا 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 كما تلاحظون تدخلت الخاصة بجيرو فقط يعني يقفز في مكاني يا أصدقاء الآن المباراة الثانية يا جماعة سوف نرى هذا الخصم كما تلاحظون خصم بأوفر 85 سوف نقوم بتجربة بطاقة جيرو يا شباب بالنسبة للخصم الأول فلم يعمل ولا محاولة عليه لذلك سوف نقوم بتجربة في المباراة الثانية لاحظوا الوانتو الوانتو فرنانديز والجين هو فرنانديز والجين هو مستحيل الوانتو بين كلا العيزين الفوز في هذه المباراة شيء حتمي وضروري يا أصدقاء لا لا بلعنا بلعنا إيساك 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 كافو عليك يا جيرو أسطورتنا يا جيرو القرى مع إيساك مجددا تمريرة طويلة يلا لا 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 بلعنا مستحيل ضربة جزاء سوف نرى هل سوف يستطيع جيرو تدخل في هذه الحراسة هذا ضربة جزاء أم لا يا شباب يا ربي يا ربي أن يضيعان وغامر ننتجر في هذا المكان مستحيل يا جيرو يا رب فاعليك يا جيرو إذا كنتم ترغبون في أن أعمل لكم فيديو حول احتراف ضربة الجزاء فلتكتبوها لهذا هو عملاقنا يا شباب هذا بمن نفتخر يا جمعة والله مثلا مثلا ماغوير يا شباب المباراة الثالثة كذلك هذا الخصم يمتلك جيرو بأوفر ستة وثمانون أتمنى أن يكون هذا الخصم كذلك أسطور يا جمعة كيزا كيزا ماذا تفعل كيزا لبيتشيت مستحيل يا جيرو والله تصدى لها بأضافر يا جمعة باولو باولو راح السرعة الخارقة من باولو الجين هو الجين هو الجين مستحيل مستحيل جيرو عالمي جيرو أسطور يا جمعة الكرة معايا الكرة معايا هذا ملعب يا جمعة والله هذا حارس تضعه في التشكيل الخاص بك يا سباب كيليان كيليان جيرو يا شباب عدبني في هذه المباراة لكي أكون معكم صريحا هذه أفضل مباراة أواجهها ضد خصم يمتلك جيرو الخصم كذلك الموالي بأوفر ثمانية وتمانون ومعها بطاقة جيرو يا أسديق هذا الخصم كذلك يمتلك هينري والظاهرة هينري هينري يا جيرو كما تلاحظوا الارتماء الخاص بجيرو بطيئة جدا يا جماعة بيتيت يخطفها بيتيت يخطفها الكرة معايا باول وجيرو يا عالمي لا أعلم لماذا لي تصد معي جيرو فقط تصد مع الخصم لاحظوا لاحظوا انطلقت بيتيت 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 وجيرو بيتيت وجيرو يا رب عليك بيتيت التعادل مع هذا الخصم الأسطوري يا جماعة كما تلاحظون نبحث عن المرتدة نبحث عن الريمونطادة كيزا وجينه كيزا وجينه راح معاك كيزا 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 وجيرو مستحيل مستحيل الريمونطادة العالمية في هذه المباراة الأسطوري يا جماعة أكوشا أكوشا كيليان من واحد لصف الهزيمة إلى ثلاثة لواحد انقلبت المباراة يا جماعة والمباراة الأولى الرابعة تقريبا مع هذا الخصم بأوفر 86 نتمنى أن يكون كذلك هذا الخصم أسطوري أكوشا أكوشا راح راح مكوكو هذا مكوكو سريع مكوكو جيرو مكوكو جيرو يا رب عليك جيرو والله هذا الخطأ يرتكب ويكرره ارتماء بمسرد أن تدخل الكرة إلى الشباك ثم يرطم الحارس الشباب والله يردت فعلا بطيئة يا جماعة أكوشا 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 وجيرو في الحراسة ولو أنها سهلة يا جماعة القرة معاي أكوشا أكوشا إلى كيليان كيليان نرغب بالتعادل مستحيل يا رب هالتعادل في آخر الدقائق يا جماعة واحد لواحد مع هذا الخصم الأسطوري يا جماعة الكرة مع أكوشا خطفها بيتيت بيتيتي لكيليان كيليان نرغب بالتعادل مجددا أكوشا أكوشا مستحيل مستحيل يا رب على الرغب بالتعادل والله هذه المباراة اليوم مباراة كلها للرغب بالتعادل يا جماعة أعتقد أنها سوف تكون آخر مباراة معنا يا جماعة وسوف أعطيكم القيمة الخاصة به هذا الخصم بـ 8 أعتقد أنني سوف أقول لكم نقطة مهمة يا شباب بالنسبة للجروفة احذروا أن تعمل المقايضة الخاصة به يا شباب والله يعني تقريبا كما لاحظتم لعبته حوالي يعني سبع أو تمانية مباريات فقط في مباراة واحدة أدى معي بالشكل الجيد وليس معي حتى بل في الخصم الذي وجهته بالتالي فتقريبا هذا الحال سوف تلعب حوالي تمانية أو تسعة مباريات سوف تجده أسطوري معك فقط في مباراة أو مبارتين بالتالي لا أنصحكم بأن تعملوا المقايضة الخاصة به أعتقد أن هناك مجموعة من الحرس أفضل من يبيتك الكبير فإذا كنت تلغب فقط بالمتعة أنصحك بالإعتماد على جروه أو حتى أن تتركه معك تشكيله لأنه غالبا سوف يكون بطاقة ناجرة معنا هذه البطاقة خاصة بجروه كما تلاحظوا الارتماعات الخاصة به فهي ضعيفة بمجرد أن تدخل الكرة للشبك ثم يرطمي بعدها يا شباب كما تلاحظون فهناك العديد من البطاقة أنصحكم بها حتى أنه يمكنك أن تحصل على حارس بأوفر بين 80 أو حتى 84 وتقوم بتطويره لكي يصل لأوفر 87 فهذه من بين أفضل طرق من أجل الحصول على حرات جيدين كما تلاحظون الأبو عرضية والله لا ينتهون في اللعبة أي خصم أفاجيو لا بد أن يبلعك العرضية لكن لا تقلقوا كما تعلمون فالرد السريع إذا سجل عليه غليتش العرضية سوف أسجل عليه الغليتش البينية الطويلة كما تلاحظون وسوف يبلع بسهولة شنتام هذا هو عقاب أبو غليتشات يا جماعة لذلك فيعني بطاقة جروا لا أنصحكم بعمل مقايضة ولا أنصحكم حتى بالاعتماد علي في المباريات هناك بجموعة من الحرص أفضل مني بكثير أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب لا تنسوا كتابة في التعليقات البطاقة التي ترغبون في أن أعمل عليها ريفيو القادم ولا تنسوا يا شباب تعليقاتكم وكذلك اللايكات الخاصة بكم والاشتراك في القناة لأن هذا هو ما يحفزني من أجل الاستمرار في وضع لكم الفيديوهات الخاصة بالأفسا موبايل وشكرا لكم على المشاهدة يا جماعة